شارك سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية عبر تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع معادي الدكتور رياض مالكي وزير الخارجية والمختلفين بدولة فلسطين أصحاب المعالي والسعادة الوزراء معادي الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بداية أن أعرب عن خالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتها وإلى الأمانة العامة للتحذير لعقد هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية معربين عن التقدير للجهود المخلصة التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية من أجل وقف التصعيد والتوسط إلى وقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين إن استمرار هذا التصعيد الخطير يهدد حياة المدنيين الأبرياء ويعرض المناطق المأهولة في السكان إلى دمار كبير وقد يقود إلى مواجهات أكثر خطورة تهدد الأمن والسلم الأقليمي إن مملكة البحرين تجدد إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القرص وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجدد دعمها للقضية الفلسطينية العادلة ودعوتها إلى وقف التصعيد في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية وتؤكد تأييدها للمبادرة المصرية التي تسعى إلى تحقيق هدنة بين الفصائل الفلسطينية ودولة إسرائيل وإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار لمنع سقوط المزيد من الضحايا لأن كل يوم يمر دون التوصل إلى وقف إطلاق النار لأمد بعيد يعني سقوط المزيد من القتلى والجرحى وتدمير المنشآت المدنية ويصعب الوصول إلى حل سلمي للصراع وتدعو المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والدول المؤثرة في المنطقة إلى دعم المبادرة المصرية وحث الأطراف على قبولها وبدء المفاوضات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار كما تدعو المملكة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحساسة التي عانت على مدى عقود من انعدام الأمن والاستقرار وفقدان الأمن ونتطلع إلى العمل على مسار موازن للشروع في مباحثات سياسية للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والسلام العادل والدائم في المنطقة مبنيا على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القرص الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومباررة السلام العربية إن مملكة البحرين تدعو إلى توحيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية لحشد الدعم اللازم للمباررة المصرية والعمل على أن يسندها قرار من مجلس الأمن يحث جميع الأطراف على الترحيب والقبول بترك المباررة بما في ذلك دولة إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وأن تتواصل الجهود والتعاون بين دول المنطقة لجعلها آمنة ومستقرة ومزدهرة لصالح جميع شعوبها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة